نهارده ان شاء الله يا شباب طبعا بسم الله كده هنبدأ اسهل الي هي يونة البيولوجي اللي يا جماعة بناخد فيها حاجات من حوالينا من الكون بمعنى ان انت النهارده ان شاء الله يا شباب هتبدأ عبارة عن درس اسمه يعني التنوع والاختلاف ان انت لو بصيت حواليك جماعة في البيئة هل كل الكائنات شكل واحد طبعا لا احنا عندنا يعني كائنات متنوعة يعني فيه كائنات باشكال كتير خالص في البيئة اللي حوالينا طب يا مستر احنا هندرس ايه في الاشكال اللي قدامنا دي حضرتك النهارده جماعة الدرس بقى منفصل خالص عن يونة وان ويونة تو ما فيهوش لمسائل ولا الحوارات اللي كانت واجعة دماغكم خالص كل الكلام خفيف جدا بمعنى ان انت عندك فكرة الدايفرستي انت عندك تاني الدرس ليه جزئين جزء اسمه دايفرستي جزء اسمه ايه يعني تنوع الحاجة متنوعة وجزء اسمه 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 ايه اللي هو التصنيف تعال كده نشوف الجزء الاولاني كلمة الدايفرستي جماعة يعني التنوع ده حصل بسبب ايه ان ربنا سبحانه وتعالى لما جيه خلق جماعة الكائنات ما خلقهاش بشكل ايه واحد بقى عندك اشكال كتير خالص فالاشكال دي جماعة خلت لنا عندنا تنوع في البلانت تنوع في الانيمال تنوع في كائنات اسمها مايكرو ارجانيزمز براحة كده جماعة هناخد حاجة حاجة يبقى انا عندي تنوع في البلانت عندي تنوع في الانيمال عندي تنوع في المايكرو ارجانيزمز ايه اقرب حاجة موجودة لنا في البيئة جماعة اللي هي الدايفرستي اف ايه اف انيمال ان الحيوانات اللي حوالينا متنوعة طيب تعالى كده براحة نشوف متنوعة في ايه عندك التنوع جماعة في اربع حاجات سايز سايز يعني حاجة يعني البيئة بيئة المعيشة يعني هم عايشين فين الشيب الشيب يعني الشكل طريقة التغذية اللي هي طريقة الاكل اول حاجة اللي مش على حضرتك شرح فيهم الشيب والوي اف ايه اف فيدنق اما اللي حيتشرح لك بشكل شبه مفصل بسيط خالص اللي هو مين ومين يا جماعة السايز والانفيرومنت انت حتحس النهاردة ان البايو سهلة ازاي بص كده معانا بص قدامك يا جماعة وانت حتقول we have two living in front of you يعني عندي كائنين قدامنا مين شاطر يقول لي هو ايه الفرق ما بينهم في السايز هل الاليفانت قد الرابط تمام الاليفانت اقول عليه بيج ولا سمول بيج تمام بيج سايز الانيمال او ديفرسي او ديفرنة انت ازايز. ممكن يبقى عندي انيمال سمول ان size وممكن عندي انيمل لمعون سايز أي. حسENTS اي كائن في دماغك انت عارف ان نوع حجمه كبير زي الاليفانت زي الرينو زي الجراف زي اللايون طب سمول سايز زي ايii؟ حسENTS اي انيمال حجمه صغير في دماغك زي الرابط زي الكات زي اللي هي عبارة عن السحلية الصغيرة يبقى فيه كائنات حجمها كبيرة وكائنات حجمها يبقى كل اللي قاعدين لو جيت قلت لك وان واتو وان اقول عليه بيج ولا سمول بيج سايز انا عرفت منين ده رينيسرز حجمه كبير جدا اما الناحة التانية ده الليزرد حجمها ايه صغيرة في صعوبك يا جماعة طيب الشكل التاني او الحاجة التانية الانفيرومنت يعني بيئة المعيشة بمعنى ايه مستر هل كل الكائنات جماعة live in the same position هل احنا كلنا بنعيش في نفس المكان طبعا لا العلماء مقسمين المعيشة جماعة المكانين ممكن حد يعيش on land طيب على الارض زي مين بص على كل الكائنات اللي حواليك ومش هتستخدم الصيز مش هتخاف بقى يعني ممكن تقول هنا ممكن تقول ممكن تقول ممكن تقول ممكن تقول ممكن تقول ليزرد ليه لان دول عايشين على الارض فوق الارض هناك يعني انووتر جماعة اللي هو في المية ان حضرتك تقدر بقى تقول اي كائنات عايشة في المية فش دولفن ويل قال له اي كائن يا مستر اه اي كائن اي كائن عايشة في المية هتبقى موجودة معنا في الموضوع ده مستر يعني حضرتك بتقول لي كده ان ده هقول اون لاند ولا اين ووتر تمام الكروكوديل ده هقول عليه ان ووتر هو بيعيش فترة طويلة من حياته تحت المية بيطلع اه برة لكن مرتبط بالمية بنسبة فوق التمانين في المية او التسعين في المية طيب معنى ان انا هدخل في الباند يبقى انا قدر اقول كده ان انا خلصت الانيمال او لم خلصتهاش خلصت الانيمال يبقى انا كده جماعة خلصت تلت الحصة الله يا مستر ده انا عندي يا شباب زي ما قلنا البايو لو انت ايه مركز هتبقى سهلة جدا بالنسبة لك يبقى تاني انا التايتل بتاعي يا جماعة قلنا الدرس بتاعنا اسمه دايورسي اند كلاسفكيشن احنا في النص الاولاني الدايفورسي اللي احنا هنخلصه النهاردة الدايفورسي بيتكون من ثلاث اجزاء في دايورسي في البلانت في دايورسي في الانيمال في دايورسي في المايكرو ايه ارجاناسي طب احنا اشتغلنا مين يا مستر الدايورسي اللي في الانيمال الحيوانات متنوعة في اربع حاجات حد فاكرهم برافو طريقة التغذية او طريقة الاكل الله ينور عليكم اربع حاجات اخدنا جماعة اخدنا جماعة ايه اما بيجي اما واقول اجزامبلز بقى عندنا في الملزمة طيب قلنا يا جماعة اما اون ووتر اما اون لاند تمام وقولنا اجزامبل زي ما احنا عايزين تعالى بقى يا شباب في الجزء التاني تنوع النباتات نفس اللي قلناه على الانيمال حنقوله ايه ده يا مستر يعني هو في بلانت بتعيش وبتعيش ومش عارف ايه اه في عندنا امثلة كتير خالص بس هو اختار لحضرتك حاجتين اللينس اللي هو طول النبات ويه الصيز اوف ليف يعني حجم اوراق النبات عشان ما تطلغبطش عشان ما تطلغبطش هنتكلم يا اما عن حجم النبات نفسه يا اما حجم الورق بتاعه وممكن يبقى نبات صغير بس حجم الورق بتاعه ايه كبير او نبات كبير وحجم الورق بتاعه فتفصل ده عن ده طب تعالى كنا نشوف اللينس ايه رأيك ايه انجليش وهذا جرجير عارفين الجرجير برضو بالائنجليش اسمه الجرجير وبالعرب عندنا اسم الجرجير ايه رأيك يا جماعة لو جيت قلت لك الجرجير والبالو المتري اللي هي النخلة بالنسبة للياît مين اللي أقول عليه لارج ومين اللي اقول عليه سمل البالو ما تري اقول عليهة لارج تمام والجرجير او اي نبات من هيربس هقول عليه سمول اننا عندنا حاجة اسمها وجي او هيربس اللي هي نباتات الاعشاب او عشبية بتطلع من الارض وطولها ما يزدش عن تلاتين سنتي. اللي هو حضرتك بتروح عند الست بتاعة الخضار او الراجل الخضاراتي تقول له انا عايز ايه عارفينهم بقدونس والشبت والكزبرة عارفينهم دولت دول اسمهم هيربس. حجم النباته انت مروح فيه جماعة كبير ولا صغير صغير جدا ده انت بتبقى ماسك ربطة كده يقول لك دي ربطة خضرة يعني حجمها صغير جدا يبقى دي عبارة عن شورت ودي لونج وقيس على ذلك برضه لما اجي اقول لك مثلا اورنج تري او كامفور تري دي عبارة عن تريز بتبقى حجمها جماعة ماله كبير جدا وبيبقى جنبها لو جيت قلت لك الجارجير بيبقى حجمه يا جماعة صغير جدا يبقى فيه لارج وفيه سموء حاجة صعبة في اللمس لو تلاحظ ان كل الكلام بالنسبة لك سالس ليه حاجات من البيئة اللي حواليك طيب اللي احنا قلنا حجم الايه الاوراق بص كده على النباتين اللي قدامك حد يعرف اي حاجة من دولت ملوخية تمام يا ياسين بتخش المطبخ شكل كده ملوخية 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 حيزعى للنهاردة ها ركز بقى ها تمام ودي شجرة الموز السؤال بقى السؤال شجرة الموز دي جماعة حجم الورق بتاعها هيعتبر طول حجم الشخص اللي واقف جنبه صح يبقى ده هقوله عليه جماعة سمول ان سايز ولا لارجن سايز تمام يبقى دي بيج سايز ليه اما الملوخية والجرجير والحاجات دي هتبقى سمول سايز ليه خلصنا جماعة تلتين الحصة بتهزر يا مستر اه والله ما احنا شرحنا خلاص الديفيرسي ان با بلانت تعال افكر حضرتك اخدنا الديفيرسي ان اني من الاول يعني التنوع في الحيوانات ان الحيوانات ممكن تتنوع عن طريق اخدنا حاجتين يا اما بيج يا اما سمول طب بيج يا مستر زي ايه حدس ولا حرج الى اخره سمول سايز زي ايه رات رابت مايس الى اخره طيب تاني حاجة في الانيمال الانفيرومنت يا اما ان لاند يا اما ان ووتر يعني يا اما عايش في الميا يا اما عايش على الارض طب العايش على الارض اي كائن حواليك اي كائن حواليك اما العايش في الووتر فش كروكوديل فروج تيرتل نعديها ماشي طيب البلانت عندنا جماعة حاجتين يا اما اللينس اللي هو طول النبات قولنا يا اما لارج زي مثلا البولم تري يا اما سمول زي الجرجير او الهيربس او الويتش يا اما عن طريق السايز اوف لي يا اما حجمها سمول يا اما حجمها لارج قولنا نباتات حجمها لارج زي البنانا والبولم على فكرة ورقة النخلة بتبقى جبيرة جدا يا جماعة يا اما نباتات حجمها سمول زي برضو الجرجير والملوخية والبتنجان كل ده معك بقى للصبح طيب فضلنا الدايفيرستي في مين كائنات اسمها مايكرو ارجانزمز مايكرو ارجانزمز يا جماعة يعني اسمها بالعربي كائنات دقيقة يعني يا مستر كائنات دقيقة اللي هي عبارة عن living which we can't see by the eye مقدرش اشوفها عن طريق النجد اي but we can't see by a device is cold اورهولك كده حد يعرف اسم الجهاز اللي قدامك ده اسمه ايه مايكروسكوب تمام and it spread everywhere يعني موجودة جماعة في اماكن كتير خالص يبقى تعالى كده نشوف المعلومات اللي عندها كان ولا كانت سي بايدا نجد ايه كانت كان سي بايدا نجد ايه يعني ما نقدرش نشوفها بي عينينا we can see by microscope يعني بنقدر نشوفها عن طريق جهاز المايكروسكوب تلاتة everywhere يعني منتشر في اماكن كتير جماعة حوالينا في ال air soil water مستر مش فاهم يعني اصد حضرتك لو انا دلوقتي طلبت اي ازازة مية مع حضراتكم المية اللي مسكها هانا دلوقتي في ايديها دي فيها اه حتى لو معدنية مستر وشريها بسبعة تمانية ستة جنيه خمسة جنيه اه حتى لو لسه طلع دلوقتي جماعة من الشركة ومتعقامة بنسبة مية في المية اه بيبقى فيها جماعة كائنات انت مش شايفها بعنيك الكائنات دي جماعة مالها ربنا سبحانه وتعالى مخليها موجودة في اي مكان يعني انت لو بصيت حواليك كده انت مش شايف حاجة لكن لو مسكت اي مجنفاينج لنس وبصيت هتلاقي كجماعة على كل مكان ايديك هدومك وشك جوة عنيك جوة جسمك بيبقى في عبارة عن كائنات دقيقة صغيرة جدا بس السؤال بقى مستر الكائنات دي ازاي بتدخل جوة جسمي حضرتك ربنا عمل لها بقى الحاجات اللي تقتلها زي انت اخدت وانت صغير في مواد اسمها استومك اسد موجودة في الاستومك لو الحاجات دي وصلت للاستومك هتموت غصبا عنها طب لو كملت اكيد هتأزيك طب هل هي تكمل يا مستر استحالة دي اول ما بتلمس السلايفا اللي هو اللعاب اللي موجود في بقى اكده بتموت ربنا عمل لها كده لكن هي موجودة معنا في البيئة طب احنا يا مستر حنتكلم عنها النهاردة في ايه ان احنا يا شباب حنشوف او نحاول نشوف الكائنات دي مع انها بيقولوا عليها ان هي يعني يا مستر الكلمة دي الكلمة دي يعني ايه هي بتتكون من كامسل جماعة جسمها يا نهار ابيض يعني كائن كله عبارة عن كامسل يبقى تاني ايه مستر المايكرو ارجانيزمز دولت اهو الثلاث معلومات اللي عندهم اهو زي ار زي ليفنج ويتش كان ولا كانت كان سي باي دا نجد ايه 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 بات ات كان سي باي دا مايكروسكوب ان دي سبريد ان افري وير سويل اير ووتر منتشرين في اكتر من مكان طب عشان اشوفهم يا مستر لازم اعمل ايه لازم اعمل براكتيكال اكتابيتي تجربة طب التجربة عبارة عن ايه يا مستر اول حاجة حاجيب piece of glass اسمها slide glass light شريحة ازاز كان التجربة دي لو تفتكر عليك بتشوف بيها تركيب البلانت في جونيور فور مفروض لو كنت بتروح المدرسة يعني حتة كده بتبقى موجودة عند الناس اللي بتبيع ادوات المعامل glass light وبعد كده اروح ااخد حبة من bond يعني ماء بركة اش معنى مية بركة ما انت قلت يا مستر ان المية اللي معها هنا فيها الكائنات دي مية البركة جماعة هتبقى فيها الكائنات اكتر ولا اقل اكتر فانا عايز حاجة العينة تبقى ظاهرة فيها طب يا مستر هي مية البركة دي انا ما عندناش بركة في ده منهور حبيبي الدنيا هتشت كمان يومين تلاتة صح اول ما تتجمع المية وتقعد يوم وتقعد يوم او يومين كده لونها بيبدأ يتغير صح وراحتها بتبدأ تتغير تنزل تاخد حبة كده بس ما تشربهمش احنا هناخدوا منهم ايه نقطة او نقطتين عشان نحطوهم على السلايت ركز كده حضرتك هنحط البوند ووتر دي جماعة بالدروبر لان انت بقى ما بتقفش ما تشربش ولا ايه وتعمل كزا اللي بي ايه المكواجي لا انت هتروح نازل بالدروبر دي جماعة واخد حبة ومنقط عامل كم نقطة جماعة نقطة نقطتين تلاتة على السلايت طيب ايه الدروبر دي من السيدلية حضرتك طبعا الكائنات دي جماعة بتبقى ترانسبيرانت ما لها ترانسبيرانت يعني ايه شفافة فلازم احط لها حاجة عشان توضحها يعني ايه توضحها يا مستر يعني مثلا كل التشيرتات كل التشيرتات حضرتك بيبقى لونها في البداية ايه تشيرت لونه ايه ابيض انا محدد بس عامل براكت بس حضرتك الريكتانج لرشيب ده كأنه التشيرت التشيرت دي جماعة لو معداش على المسبغة اللي موجودة في المصنع حيطلع لونه ايه جماعة كله ابيض هل هيبقى واضح بالنسبة لك طبعا لا تخيل انا جيت على اللون الابيض ده كتبت بنفس اللون كده هل حتشوف طبعا استحال ان انا شوف لكن انت عشان تشوف تلاقيهم بيبدأوا يكتبوا يا جماعة بالوان مختلفة صح تخيل كده جماعة كتبت على التشيرت بي لون مختلف حيبان وانا مش حيبان حيبان زي انا كتبت مثلا ان ميدل وان از ايه بيرفكت كوصف ليكم ان ميدل وان احسن ناس ميدل وان حلوين فانت بتلاقي جماعة ان التشيرت بيتكتب عليه بلون مختلف طب انت قلتلي يا مستر ان الكوبايت المية الكائنات اللي فيها صح كده فالعلماء فكروا في ايه طب ما تيجي كده يا مستر نكوب من فوق مادة لونها ازرق المادة دي وهي نزلة لتحت لو جت على كائن ده ايه يحصل له يتلون فاهمين تاني تاني انا كبيت ايه المادة الزرق دي من فوق وهي نزلة لو في واحد واقف مش باين هتجي على المادة لونها ايه ازرق فيبلي تحت المايكروسكوب فاهمين فانا بعمل ايه باجي ايه اشركت تانية اشركت ركز يبقى حطينا مادة الميسيلين بلو حطينا مادة جماعة اسمها الميسيلين بلو دي عبارة عن ضاي يعني سابغة زي ما قلنا عشان توضح لي لايه الحاجة اللي جوه بعد كده اجيب كافر حط اهو طبعا الايه دروبر اهي بعد كده اجيب كافر سلايد كافر واروح حاطت السلايد كافر بس بانجل الكلام ده مش عليك على سينير يعني دنيا اخت جودي ممكن جودي النهار ده ترجع تقول لها انا اخدت ايه الحاجات اللي انت اخدتيها حبدأ اخط احط الكافر ده جماعة احط الكافر وحجاج برضو اخته في سينير وان ده لانا افتكرته لا سينير تو ما عاربش اه تمام وسينير وان معانا تمام قضيب هبدأ ازق يا جماعة الكافر ده ركز كده وطارق اخيات هبدأ ازق الكافر ده جماعة على الماتيريال دي وقفه يبقى انا عندي بقى عندي سلايد اهو ركز سلايد حطيت عليها نقطة المية بعد كده حطيت البلو بعد كده روحت جايب كافر عشان يسبت كل حاجة دي عشان ما نتحركش من مكانها الكافر ده جماعة عامل زي اللي انت بتحطها بالزبط للموبايل بتلاقي الشخص حتى بيحط كده بانجل ويبدأ يزق حد يعرف ليه عشان ما يتجمعش ايه هوا برافو عليكم اير بابلز طب ركز حضرتك بص على البورد هبدأ اشوف الكلام ده تحت المايكروسكوب قالك المايكروسكوب فيه مكان ايه فيه عندنا مكان فوق اسمه اي لنس عدسة عينية انا ببصت منها وفيه تحت حاجة اسمها عدسة شيئية طب من المؤهم فيهم يا مستر اللي تحت دي الابجيكتب لان فيها اكتر من قوة تجبير انا بدور على قوة التجبير المناسبة طب كده يا مستر انا حشوف ايه حشوف ثلاث كائنات ركز اول كائن عامل كده زي رسمة الستار كده مثلا الكائن ده جماع اسمه اميبة اسمه ايه تاني كده اسمه ايه تاني كده اسمه ايه اميبة الاميبة ده شباب بيمشي عن طريق معلش الكلام بقى غلص في الاخر حاجة اسمه بيزيدو بودز ايه مستر البيزيدو بودز دي دي بالعرب يا جماعة اسمها اقدام كاذبة مستر هو في اقدام صادقة واقدام كاذبة حضرتك الاقدام بتاعت جسمك دي صادقة ولا كاذبة كلمة صادقة يعني حقيقية بص كده جماعة ده بيعمل ايه حضرتك ده بص كده ادي اول صورة طلع رجلين عشان يسنت طب سنت خلاص هيبدأ يطلع الرجل الكام التانية عشان يسنت تاني هب الرجل الاولانية اللي كانت في الاول دي ممكن ايه اللي يحصل لها تختفي ترجع تاني فيبدأ يطلع الرجل رقم كام تلاتة يعني كل ما يخطي خطوة يطلع لها رجل ايه جديدة عارفين كأنك كده ايه برميل بيلف بس كل شوية بيطلع ايه رجول هل الكلام ده عندنا احنا الرجول عندنا جماعة سبتة ولا متغيرة سبتة عشان كده اقدام صادقة لكن دي بيتقلع عليها ها بيزيدوا ها بيزيدوا ايه بودز تاني الكائن اسمه قميبة اسمه ايه اسمه ايه بيتحرك عن طريق اللي بيزيدوا بودز حاجة صعبة الكائن اللي بعد كده هم تلاتة الكائن اللي بعد كده اسمه برا ميسيوم اسمه يا جماعة تاني كده اسمه ايه مين يتوقع بيتحرك ازاي عن طريق الايه ايه ايه برافو يا رؤيا الشعر اللي طرع منه ده اللي هو دي اسمها سيليا اسمها يا جماعة يبقى تاني تاني مين شاطر يقول لي ده اسمه ايه اميبة بيتحرك عن طريق بيزيدوا بودز الكائن التاني اسمه غلط لا اللي حيهزر حضربه برا ميسيوم اسمه ايه بيتحرك عن طريق سيليا اسمها ايه صح صح بقى الكائن التالت اسمه يوجلينا اسمه ايه اسمه ايه يوجلينا اسمه ايه لا لا الصوت اسمه ايه تاني جماعة ده بيتحرك عن طريق الشعر اللي طلع منه دي جماعة اسمها فلجلم اسمها ايه يبقى انا كده هحاول معاك يلا ها ده اسمه ايه بيتحرك عن طريق بيزيدوا بودز الكائن التالت كان اسمه ايه يوجلينا بيتحرك عن طريق لا ا فلجلم الكائن اللي كان رقم اتنين اسمه برا ميسيوم مين شاطر يقول لي هاد اسمته كاملة فضله ايه شعر سيليا دول التلاتة اللي علينا جماعة في المايكرو ارجانيزمز اللي حضرتك بتشوفها مين شاطر يقول لي هم مختلفين في ايه بص على البورد بعد اذنك الشيف برافو لا ايوة 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 قولي اشركت بعد اذنك طريقة التحرك برافو عليك يا اشركت ollش طريقة الحركة يعني يا مصر طريقة الحركة هل كل uns بيتحركوا بنفس الشكل طبعا لا الاميبة بتتحرك عن طريق البسيدو بوتز اليوة ايوة بتتحرك عن طريق الفلاجلة اللي هي الشعروا اللي طالعة منها دي البراميزيوم بتتحرك عن طريق السالية يبقى انت كده خلصت الحصة. استغزت سيادتك. نخلصنا طبعا دالهيت انيرجي صح? ده خلصنا ده. افتح كجماعة لو سمحت بارت وان. ايوه ماشي حاضر طبعا اعمل ايه? بص يا جماعة لو سمحت. عندنا جماعة التايتل بتاعنا اللي هو الدايفرستي ان دا ليفنج ارجانيزم. استاذن حضرتك. فاضل تلاتة فاضل تلاتة بس. استاذن سيادتك احنا اخذنا النهاردة دايفرستي ان دا انيمل. عندنا اربع حاجات. number one shape. way of feeding. ما لهمش شرح. بعد كده number three. اللي هي size. قسمنا الكائنات. قلنا الايه والايه يا جماعة? بيجي انيمل واسموه الايه? انيمل. بيجي انيمل زي الاليفنت والرينيسرز والكامل الى اخره. هنا رابط ورات ولزرد. الانفيرومنت هور دي لايف. قلنا ان ووتر زي الهيبو والكركوديل والفش. والاون لاند زي الهورس واللاين والدج والكات ورات الى اخره. دايورسي ان دا بلاند. عندنا اللينس اللي هو اول حاجة يا اما. small in size. يا اما large in size. عندنا الهيوج يا شباب. تري زي الكمفر والايه والبال. الشورت زي الكلوبر اللي هو البرسيم والجرجير. الزيز افليل. مش كل شوية ابص عشان اللي بتهمس. لو سمحتم ركزوا. خلاص خلصنا عايزين نقفله. عندنا size of leave. يا اما large size. يا اما small in size. وايجزامبل وايجزامبل. تعال بقى المايكرو ارجنزم. عندنا التعريف. save. they are the living organism which you can't see by the naked eye. but they spread everywhere in air and water and soil. and we can see only by the microscope. ياريت تكتب على جنب كده. انه هما بين قصين. يوني سيليرر. فاكرين كلمة يوني سيليرر. يعني يوني سيليرر جماعة. اللي هي بتتكون من ايه. من خليقة واحدة. اهي الكلمة اهي. كلمة يوني سيلير تحت اهي. اكتبها لو سمحت جنب كلمة مايكرو ارجنزمز. كتبناها جماعة. عندنا جماعة التجربة اكتب عليها قرية. مع العلم ان فين وقت لازم تبقى عارفها زي الميسيلين بلو. المادة دي. والمكونات بتاعت التجربة. والأبجيكتيف لانس. حط خط جماعة تحت كلمة ابجيكتيف لانس. في طبعا لازم تبقى عارف كل كان وبيتحرك بايه? وانا بيختلفوا في حاجتين. ايه هم وايه هم? الشيب وال الشيب والويف موفمينت. تمام? افتح كده جزء الاسئلة. افتح كده جزء الاسئلة بعد اذنك. ايه? تعال نحل يا جماعة. على قد ما نقدر. لعل لو عسى الكلام دي ما يفيدنا. في ايه? ان الهومورك يقل ايه? علينا شوية. النهارده بنات يبقى جزاوي. تفضلي يا جزاوي. الانيمال ديفرنت فروم اتش ازر. ان ميني كاراكتر ستش از. شيب وصايز. شيب وصايز. يلا يا اروى. الانيمال although big as elephant وسمول زي rabbit وليزرد نمر تفضلي يا ELMIUM يلا يا مريم. ناط وند js from the principle. لا دي مش لسه مش علينا. حالي نمبر فور. نقط ونقط ارهيوجي تري. ماشي بانانا مع ان البانانا دي تبع الليف بس اشتغل هنا برضو. والبال طبعا هو المفروض كامفور اللي هي شجرة الكافور. يلا حبيبة. بلانت مي كاري لارج سايز ليف. النبات ممكن يبقى عنده ورق كبير زي. البانانا. وصمال صايت زي. ملوخية. نمبر سيكس فضل يا استاذة رؤى. رؤى صح? دي اللي رؤى. وحضرتك جانة. يلا يا جانة. ويني اجزيمين بوند. افوتر دروب بي ميكروسكوب. some microorganisms can be seen. فاكرة اسمها كانوا تلاتة. اسم الكائن. مش طريقة حركته. انا ما عرفتش. لسه ما ذكرتش رؤى. اميبة. حد يفتكر كائن تاني. ساعة زاملتنا. فضل. تمام يا حمزة. حد فاكر التالت. قولي يا رؤى يا طارق. ها. يوجلينا. شكرا. شكرا للرؤى. يلا يا جندي. is one of the organisms that live in water. اول واحدة هيبي بوتم. اللي عايز يا جماعة يشارك من اولاين يعمل raise hand. تفضل يا أشراكت. اميبة يجلينة براميسيوم. different from each other in way of movement. تمام. number three. تفضل يا هنا. نوات is used to examine the sample by microscope. مين الحاجة اللي بتساعدني ان انا أشوف بالmicroscope. is used to examine. قلناش. A. اللي الobjective lens. write scientific term. فضل يا أستاذ رؤى يا. microorganisms. فضل يا أستاذ رؤى يا. an instrument. جهاز used to seeing the microorganisms. microscope. مش ميكروب. طيب ماشي. يلا يا دارين. كائن من الكائنات. unicellular organism. كائن. كانوا ثلاثة. عايزين كائن. ملك. ها? قلت ايه? يجلينة. يجلينة. يجلينة او اميبة او براميسيوم. شكرا يا مستر. عند حضرتك كده. خلصنا ال complete. will write scientific term. will choose. تعالك يا جماعا. هاليل جيف ريزون. اول سؤال انا انا هحل له. ال living organisms لازم تبقى. اللي ده هناخده المرة اللي جاءة ان شاء الله. to facilitate. عشان. نسهل الدراسة بتاعته. لكن السؤال التاني والتالت. انتو عارفينه. تعالك يا جماعة. نحل كده مع بعض. ميلي على الدور سندوس. يلا يا صندوس. We can't distinguish between. Because banana. has. Large leaf. تمام. لكن ملخية small. يلا يا أستاذة. لجين. جانا. أميبة. is from microorganisms. تمام. حقول we can't see by my eye by naked eye but we see under the micro microscope give an example of يلا شباب أورال كدا لو تكتب سريعا يلا قضيب an animal with big size elephant شكرا judي an animal with a small size جانا ماشي جانا lizard يلا جودي جانا an animal living water living water fish an animal living land ملك حاجة بتعيش على الأرض elephant تمام a huge tree رجين بنانا ماشي يا جماعة بالمو والله short weeds ملوخية جارجير أبلانت large size ملوكة large size لي بنانا يلا يا يارا أبلانت كاريز small size جارجير choose the odd word يلا جماعة one elephant two three fish أو كروكوديل six الجارجير fish كروكوديل lion هي ببوتن شو دبالك من حاجة lion والباقي مرتبطين بالمية يلا يا يارا ايه جانا يلا يا جانا rabbit squirrel rat ratio ratio دي بلانت أعلم عليها طب حل اللي بعديها slous paramecium amoeba yuglina slous الدب الكاسلان هنقضوا قدام يلا يا جماعة what is the name of each figure اللي على الدور الصوبيان يلا يا طارق أول figure amoeba يلا يا واقل تانية اللي عندها شعرة واحدة دي yuglina تفضل يا محمد paramecium طبعا فضلك تقول طبعا كل واحدة بتمشي ازاي ودي احنا لسه طبعا محتاجين ان احنا ايه نذاكر عشان نكون صادق يعني طيب نجار وريتال ويوسف رزد اطلب الريتال وريتال ويوسف رزد حضرتك مفيش واجب كده ممكن الصوت دقيقة ممكن الصوت انت عندك امتحان المرة اللي جاي على يونت وان مع احترامي الكامل لكافة اولياء الامور اللي بالطالب ان ما يبقاش فيه امتحان عشان امتحان الشهر احنا مقفلين في المدرسة وكده ولا كده الامتحان بتاع يونت انت كده ولا كده مطالب ان انت تذكر عشان المدرسة لان المدرسة داخل فيها وليسون وان وممكن بعض المدارس كمان من يونت ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر